السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة 28 حزيران يونيو وبما أنه اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج الحوت لغاية الساعة 8 و 51 دقيقة من صباح اليوم الجمعة بعدها بده ينتقل القمر لبرج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 12 ظهرا من ظهر يوم الأحد بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الرشاة وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و 51 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان أو العمليات الصغرى أو تقليم الأظافر أو قص الشعر حتى القمر بما أنه لغاية ساعات الصباح موجود في برج الحوت معناته الجانب الروحي بظل يلعب دور مهم في هذا الوقت ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين ومنشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات والبعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين ممكن أنهم يعانوا من مشاكل في الحب أو يديروا ظهورهم ويضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك يتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت بإمكاننا أو بإمكان البعض أنهم يبدأوا علاقة حب جديدة وأيضا يمكننا تأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو مثلا شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية تقريبا ساعات الظهيرة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة ثمانية واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليف أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وبرضو هاي بتعطي وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات وخصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا في المجال الفني أو في الروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة ثمانية واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بنتقل بيستقر في برج الحمل عشان هيك من ساعات الصباح منشعر بينا أكثر نشاط في العمل أكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أنه تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة عشان هيك لازم نتروى شوي علينا أنه نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات ومنلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لمشاكل وحجج غير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير لما القمر يكون موجود في برج الحمل يوصف بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك أو تعديل قصة شعرنا مثلا أو تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و 17 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 9 و 52 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني هاي بتدل على أنه الربع الأخير اللي هو نصف البدر الأخير خلال هذا الشهر هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبرضو بتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولك أنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما إنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بعد هاي الزاوية مباشرة طبعا رح ننتقل للأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عنا من الآن وحتى ساعات الصباح عنا الأعضاء الأكثر حساسية لما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها كبرى تحديدا القدمان أصابع القدم الغد النقامية الغد الصنوبرية والإندروفين اللي هو الهرمون المساكل للألام والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب المرارة والشريين والدم طبعا بالنسبة لباقي أعضاء الجسم باليوم ما هو أنصح كثير بالعمليات الجراحية الكبرى عمليات جراحية صغرى ما في أي مشاكل وأهم إشي الأعضاء اللي ذكرناها هاي ما نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة الخفيفة مش الجراحة الكبرى للتجميل طبعا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر استقر في برج الحمل خلو المسار القادم بيكون يوم الأحد بيبدأ ساعة أربعة وست وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأخير عمر 22 يوم الساعة 39.32 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ومنبدأ في اليوم الثلاثة وعشرين نسبة الإضاءة خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعات الصباح سعيدة بنسبة عشرة في المية القمر في الحوت ورح يستقر في الحمل في ساعات الصباح ورح يظل في الحمل ليوم ثلاثين ستة منتحس الآن بنسبة خمسة وعشرين في المية ساعات الصباح منتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات المساء منتحس بنسبة أربعين في المية عطارت في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد بنسبة مية في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الثور حتى يوم 27 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت لآخر يوم بحركة أمامية طبعا يوم الغد رح يبدأ بعملية التراجع سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 19 سعيد بنسبة 30% نبت في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدولو بيتراجع حتى يوم 29 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح حاولوا أنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة وما تبدأوا بأي شيء جديد اعملوا بشكل روتيني واضبطوا أعصابكم أما من ساعات الصباح بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود وتعتبر فترة مثمرة وناجحة يعني ممكن تتم مصالحة أو تقرب المسافات بين الأحبة حضورك مميز وبتنشط وتيرتك للعمل وبتتسارع الأحداث أهم يشنك تنظم جدول أعمالك تفادي لأي تقصير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا معروف أنه الآن القمر بدي يبدأ بتحرك باتجاه بيت المتاعب ولكن من الآن وحتى ساعات الصباح بتنشطوا ما بين الأصدقاء يا بيتوجه لكم دعوية بكون عندكم حفلة يا مناسبة ولكن من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا تراهن على أي نتيجة ولا توقع على ورقة أو عقد وحاذر التراجع والمعنويات وحاذر الفوضى والتأخير وخيبات الأمل وما تباشر بأي عمل عشان ما تمنى بالخيبات وتعتبر هاي الفترة ضاغطة جدا حاول أنك تعمل فقط بشكل روتيني برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكون تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمال كل بدأتوا فيها من قبل لغاية ساعات الصباح وبتظل فترة جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أما من ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم تعتبر فترة جيدة بتفتح أمامك أبواب التعارف والصداقات ممكن شوي هيك تبدو مطمئن البال بتظهر بعض الليونة وبتتكيف مع المستجدات وبيرتفع رصيدك وشعبيتك وبتكسب ثقة الآخرين برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بيظل في نشاط عن مستوى الاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو الدراسة أو الامتحانات وبرضو اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بدو ينتبه أنه بدي يستعد بشكل جيد وخصوصا إلى أشخاص اللي موجودين في دول أوروبا أو في أمريكا وكندا لأنه بتكون ساعات صباح عندهم بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض من ساعات الصباح طبعا بتكون تحذروا مواقف مفاجئة للشريك أو زميل في العمل أو حتى ممكن تطرق تغييرات تثير غضبك أو إشمئزازك ممكن يكون في بعض المواجهة في العمل تزعجك وربما تشكو من بعض التحديات أهمش أنك ما تصدر قرارات مرتجلة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا رح يظل التركيز على الأموال المشتركة الليلها علاقة بنك ضريبة تامين مال الزوج الزوجة سداد ديون مطالبة بالحقوق أو تتفحصوا حساب مشترك ولكن بدكوا تمتنوا عن أي خطوة مالية جديدة أما من ساعات الصباح بتنشطوا في اتصالات أو سفر بعيد وممكن تحضر لرحلة أو تنشط بمفاوضات أو أبحاث أو دراسة وهي فترة إيجابية ومثمرة حتى على المستوى العاطفي والتواصل مع الأحبة وبتكثر وبتسهل عليك الحركة والتواصل مع الآخرين استغل كل الفرص لإنجاح أعمالك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيظل التركيز على أمور الشراكة الشراكة المالية أو العاطفية القمر ما زال موجود مقابلك ممكن تهتم حول تعزيز شراكاتكم مصالحة ولكن ما تتخذ قرارات وما تفقد السيطرة على أعصابك أما من ساعات الصباح بتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهمش أنه ما تهملوا وضع صحي أو قانوني ممكن تكون هدف سهل للمشاكل الإدارية أو القانونية إذا ما ركزت بشكل جيد وإحرص على التفاصيل بانتظارك أحداث مهمة مصيرية بتنقلك من مرحلة لا أخرى برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بدكوا تواصلوا أعمالكوا اللي بدأتوا فيها من قبل ما تبادروا لعمل جديد حاولوا قدر الإمكان اتركزوا أثناء التعامل مع الزملاء بالعمل ما تدخلوا بأي صدام وأيضاً بدك تنتبه لصحتك لأن القمر بنتقل لمقابلتك في ساعات الصباح وبصير مقابلك تماماً فجيدة بتصير الفترة لتعزيز شراكاتكم ولكن طباعك حدي وهذا الشيء ممكن يثير بعض التحفظ أو ردات الفعل السلبية عليك تجنب المشاكل قدم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة وابحث عن التوازل والاعتدال برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بظل العاطف قوية عندكم بتميلوا للتقارب مع أحبائكم والتجاوب معهم بظل فرصة جيدة للاهتمام بالذات أو ممارسة هواية أو الترفية أو الحب حتى ولكن من ساعة الصباح بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لأنه بيصير القمر في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة بتلازمك الواجبات منذ الصباح الباكر وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها قلق وتوتر نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير ولا تهمل صحتك ولا تهمل الواجبات اتجاه الأحبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا التركيز رح يظل على البيت وعلى العائلة لغاية ساعات الصباح ولكن بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم لغاية ساعات الصباح وحاول أنك ما تدخل بأي صدام أو خلاف مع أحد أفراد العائلة ممكن يكون فيه قلق حول صحة أحد أفراد العائلة حتى أما من ساعات الصباح فهنا الأجواب تصير إيجابية بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم واليوم بقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة حول التسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالية جدا برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض من الآن حتى ساعات الصباح رغم أنه بظل فيه نشاط بالحركة والاتصالات والحوار والنقاش وعنده قدرة على الإقناع عالية وحتى على المستوى العاطفي بتقدر تتواصل مع الأحبة أو مع الإخوة أو مع الجيران فترة ممتازة ولكن بدها حذر أثناء الحركة وأثناء الامتحانات أما من ساعات الصباح بتفضل الأجواء البيتية والعائلية ولكن شوي طبعكم ممكن تكون عدوانية وهذا بسبب مزاجك اللي شوي بيكون فيه بعض هيك خلاف أو سؤتفاهم عليك الحذر أثناء التنقلات زي ما ذكرنا برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وحاولوا تخففوا من النفقات صحيح أنه فيه فرص لمكاسب مالية ولكن فيه نوع من أنواع الرغبة بالإسراف أو عدم التركيز أو الاستغلال من أطراف أخرى فابدتكوا تحذروا من هاي النقطة في ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يعاني البعض منكم لمشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب تعود للمال عشان هيك عليك تجنب التفذير وأيضا عليك التركيز بشكل جيد رغم أنه الفترة إيجابية على مستوى العاطفة في بعض المكاسب اللي بيشتغلوا بمجال التسويق ممتاز واللي بيشتغلوا بمجال الإلكترونيات أو اللي بدهم يشتروا إلكترونيات أيضا فترة ممتازة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بظل النشاط عالي جدا عندكم مع هيك حاولوا أنكم ما تبادروا لأي عمل جديد بل وصلوا ما بدأتم به من قبل من أعمال حاول أنك برضو ما تتخذ قرارات مصيرية في حياتك خلال ساعة من الآن وحتى ساعات الصباح استفيد من الطاقة اللي بمنحك إيها القمر بعطيك طاقة حلوة للتواصل مع الأحبة أو التقارب أما من ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم صحيح أنه اليوم ممكن يفتح لكم بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم هدايا من هذا القبيل ولكن مزاجك بيكون سيء وبتكون قليل الصبر وهذا شيء ممكن يسبب لك نزاعات مع محيطك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة